عايزين كمان نتكلم مع حضراتكم ونقولكم على خبر دي علاقة بمجموعة من القرارات الحكومية اللي صدرت مؤخرا في هذا الإطار أكد السيد وزير الشباب ورياضة الدكتور أشرف صبحي متابعته المستمرة لتضييق قرارات الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة بالمباني والمرافق التابعة لمختلف مؤسسات الدولة أكد أنه بالتنسيق مع رابطة الأندية المصرية المحترفة وكمان الاتحاد المصري لكرة القدم تم التنسيق بشأن بداية الإجراءات الخاصة بإقامة مباريات الدولة بداية من الموسم المقبل في الساعة السابعة مساء لتوفير التوقيتات التي يتم خلالها إضاءة الملاعب قبل المباريات بعدة ساعات كما وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات الواجبة تجاه تطبيق هذه القرارات على مستوى كافة المنشآت الشبابية والرياضية في جميع محافظات الجمهورية وديوان عام الوزارة وكمان مديريات الشباب والرياضة ومختلف الاتحادات والهيئات الرياضية والشبابية وبالفعل بدأت الوزارة في ترشيد استخدام الكهرباء بكافة المنشآت الشبابية والرياضية بعدم استخدام الإضاءة العالية وبما لا يخل بعوامل الأمن والسلامة وأكد كمان على ضرورة التوسع في استخدام الطاقة الشمسية وتوحيد العمل بالكشفات اللد الموفرة للطاقة وإن شاء الله ينتج عن كل هذه الإجراءات ترشيد ملحوظ ومطلوب للطاقة في الفترة دي هي اللد أصلا بتوفر طاقة وبتوفر فلوس المفروض المفروض أفضل